السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مواقع ده عميل جدا وهي سهل عليك الشغل كتير قوي. ده عبارة عن بوك مارك منشور. يعني ايه? يعني لو انت عجبك مقالة معينة وعايز تقرأ بعضين ممكن تحطه على جنب. لو انت وانت شغال بتعمل بحث معين فعايز تجمع المصادر تقدر تحط المصادر كلها في مكان واحد. لو انت مبتنى مثلا بموقع زكاة الاصناعي ممكن تحط كل مواقع زكاة الاصناعي في مكان واحد. فالموقع ده جميل زي ما انت شاف سهل و منظم وتقدر تشوف مثلا صورة مصغرة وتقدر تحمل الابليكيشن بحيث لو انت بتصفح من على الموبايل. تقدر تحط الكتب افضل كتب اللي انت قرأتها او بنوى انت تقرأها. ممكن تحط الحاجة الخاصة باللاف ستايل. تقدر تحط كومنتات عن الموقع دوت او انا افكر الموقع ده عاجبنا عشان كذا. ممكن تعمل امبورت وكسورت يعني تقدر تصدر شغل بتاعك. هو طبعا فيه نسخة ببلاش ونسخة بفلوس. لكن النسخة اللي بلاش انا قرأتها فيها مزايا كثيرا كافية. هتعجبك كثير جدا. unlimited bookmark, unlimited collection, unlimited highlight. تعمل الانتجريشن مع 2600 tools. يعني تقدر تقول له مثلا اول ما يحصل كذا اعمل كذا. يعني اول ما حد يرفع حاجة على اليوتيوب خد منها كوبية وحطها لي في الraindrop.io. فالنسخة اللي بلاش اشتغل عليها. فهتلاقي هنا الحقيقة اللي انا بحب ان اتباحها في بعض المقالات مثلا او بعض الفيديوهات. ببدا ان انا احطها هنا. ممكن بقى تجي هنا تقول له مثلا ارتكل تبدأ تشوف المقالات تقدر تشوف الفيديوهات. طيب خلينا مثلا عايزين نديف حاجة. هاجي هنا اقول له add. ممكن تحمل ملف. او تدي له مصور معين. تمام? يعني عم سبيل مثال مثلا لو انا عجبني اللينك دوت. تمام? هاجي هنا واقول له خذ اللينك ده. سيف. ففي اي لحظة اجي اقدر اجي واشوف اللينك دوت اقدر احطه في collection معين. زي ما انا عايز. مثلا انا عايز تحط انسورت. عايز تحط في collection. لما فيش collection تقدر تقول له انا عايز عميكوروشن جديد. وتبدأ ان انت تحط الفولدر بتاعه وتقدر تحط تاج معين. على اساس تبع عارف ان ده تبع اليوتيوب او تبع بحس الذكاء للصماعي او ممكن تحط نوتس معينة. فتقدر ان انت بعد كده لو عايز ترجع لأي حاجة ترجع لها بسهولة.